وهذا يدفع من السؤال التالي دكتور هل التوحيد علاقة بالاقتصاد والسياسة في العالم؟ نعم طبعا كيف؟ أضم لك مثالاً بسيطاً تفهم الاقتصاد في الإسلام يقوم على أسس وقيم متينة وعريقة من هذه الأسس والقيم قيمة التوحيد وقيمة الاستخلال وقيمة الايه؟ الاستخلال فالإنسان خريفة الله في أرضه وملكية الإنسان لما يملكه ملكية استخلاف وليست ملكية مطلقة هذا أثر من أثر التوحيد هذه قيمة متفرعة على التوحيد فبما أنه لا إله إلا الله بما أنه لا إله إلا الله فلا مالك لهذا الكون وما فيه إلا الله وعليه فأنا ملكياتي لكل شيء في حياتي ملكية استخلاف لا ملكية مطلقة يا أيها الناس آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلافين فيه مما جعلكم مستخلافين فيه فهي ملكية استخلاف إذا ملكية استخلاف طالما أنها ملكية استخلاف فأنا علي قيود على هذه الملكية هذه القيود لا تقيد حريتي في التصرر بالمال وإنما تمنعني من أن أسيء التصرر به بما يضر بالمجتمع وما يضر بالآخرين تمام؟ أما في الغرب فالإنسان سيد هذا الكون وسيد هذه الحياة وملكياته ملكية مطلقة ومن ثم فلا سلطان لأحد عليه حتى الدولة نفسها كما تقول فلسفة آدم ثميس وجرم بن ثام وغيرهم كما تقول الفلسفة الدولة شروا لابد منهم معنى أن الدولة شروا لابد منهم يعني يجب أن تكون تدخلات الدولة في النشاط الاقتصادي ضئيلة جدا جدا في أقل حدود وأن الاقتصادي والرأسمالي دعه يعمل دعه يمر يفعل ما يشاء بلا قيود ولا حدود بلا قيود ولا حدود فيحتكر ويرابي ويكنز الأموال دون أن يكون عليه أي التزام لفقير أو مسكين ويستثمر ما له في أي شيء شاء حتى ولو كان انتاج الخنزيل والخمر حتى ولو كان الاتجار بالأعراض والنساء والجنس حتى ولو كان بنشر المثلية من أجل انتشر كذا وكذا 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 حتى لو كان بلوبي يسيطر ويهيمن على الشركات الأدوية والطب وما إلى ذلك يفعل ما يشاء بلا قيود ولا حدود فيظل البشرية تدوم في هذا العذاب الذي يظهر لك من هذه الحضارة هو هذا الرياش وهذا المتاع الذي يبدو ظاهرا لكن في الحقيقة أن الإنسان محطم أن الإنسان في أرض كلها محطم وعلشان نفعش نحن نجزأ المسألة نقول مجتمع يستمع ومجتمع غربي المجتمعات كلها بحالها خاضعة للهيمنة الغربية وعلشان يصبروا المجتمع الأوروبي اللي هو بيدور معه في هذه الأكذوبة الكبرى أكذوبة الديمقراطية ورسومة الشعبية عشان يصبروا المجتمع ده بإيه؟ بالاستعمار الاستعمار الحقيق والاستعمار الوكالة والإمبريالية اللي تمتصبها خيرات الشعوب وتعوض بها تعوض بها وتجور بها الجور اللي بتحدثه الرأسمية في هذه المجتمعات وفي النهاية أكثر الجور يقع على المجتمعات اللي بتعيش في العالم الثالث وخبرك معايا أو الدور النمية أو بلاد العالم الإسلامي وحريم العالم الإسلامي فانظر إلى أثر التوحيد كقيمة حضارية في الاقتصاد بينما في الإسلام لا الإنسان خليفة ومستخلف على ماله ومن ثم فهو مسؤولاً على هذا المال من أن يكتسبه وفيما أنفقه تمام؟ وهو عليه في هذا المال زكاة يخرجها للايه؟ يخرجها محققة للعدل الاجتماعية وأيضاً هناك مال عام لا يصح أن لا يصح أن تطلق فيه أيدي هناك مال عام مال عام لا يصح أن تطلق فيه أيدي القادرين فقط لأنه الناس شركاء فيه وخبرك الناس شركاء في هذا المال العام فليكن هذا المال العام ليكن هذا المال العام للأمة كلها غنيها وفقيرها كما جاء في وما أفى الله على رسوله منه فلله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ومن ثم فعقيدة التوحيد مؤثرة ومتغلغلة في كل نواحي الحياة